موسيقى زيكم الحبابيزي عاملين ايه يا رب تكونوا بخير يا موليد برج القوس النهاردة ان شاء الله القراية العامة بتاعتكم وحنشوف احوالكم المال والصحة والعمل لشهر نوفمبر ان شاء الله وكمان العطفة بسم الله يلا يا برج القوس حطوا لايك ولو كنت حد جديد لو سمحت اشترك علشان يوصل لك كل جديد ويلا نبدأ بالله الرحمن الرحيم بسم الله موليد برج القوس شهر نوفمبر نشوف احوالك العطفة والعمل والمال خلينا نبدأ باحوال العمل البعض من موليد برج القوس عندهم مشاكل في الشغل في الجزء الاول من الشهر شايفه فيه شوية مشاكل وفيه شوية عراكيل سببها ناس تلبيين معاك هتمر بفترة كده من الضغوط بس ان شاء الله هتتلاشها بسرعة كأنه فيه كمان شوية منافسين هيزهروا قدامك في مكان العمل بتاعك وده هيخليك كده مش مستقر نفسيا شوية هيعمل لك شوية مشاكل فيه حد هيحاول يعمل عليك مؤامرة احترس في الشغل يا برج القوس حد هيحاول يعمل المؤامرة وده هيخلي مزاجك صعب شوية ومش هيتبقى عارف تتفاوض مع حد خد بالك من حد مش كويس البعض منكم مشي وثاب الشغل ده مكملش ولكن شايفه فيه فرق جديدة بتتفتح لموليد برج القوس الفترة الجاية في العمل فيه مشروع جديد كأنك هتبدأ مشروع جديد مع حد او هتتنقل من مكان لمكان شايف عندك ان شاء الله الامور هتتحسن وهتبقى افضل في بيئة العمل ان شاء الله كمان هيمر عليك ان شاء الله وقت حلو عندك هيمر عليك وقت حلو في العمل ان شاء الله بعد المشكلة البسيطة دي وان شاء الله الامور هتتعدل فيه وقت كويس هيكون فيه تواصل حلو مع زملاء العمل زي ما قلت فيه مشروع جديد او فيه توسع في خطتك الفترة اللي جاية بالنسبة للشغل لو انت بتشتغل لحسابك فان شاء الله الامور هتبقى احسن الافاق بتاعتك هتتوسع في الشغل وكأنك هتاخد بقى خطوة جديدة او هتعمل حاجة جديدة في موضوع العمل ده هتفكر اكتر هتشتغل هتتخلى عن اي حاجة كنت بتأجلها بقى هتبدأ تعملها خلاص مرحلة التصويف دي هتنتهي وهتبدأ تنزل شغلك بايجابية وهتحقق اكتر استفادة شايفة البعدة هكتشف عند نفسه مهارة حلوة او موهبة حلوة هتفيدك في الشغل شايفك بتركز على المشاريع بتاعتك وبتركز على نقطة الكوة بتاعتك وكمان نقطة الكوة اللي في شخصيتك وده هيساعدك اكتر في الشغل يا برج الاوت شايفة عندك بتتواصل بقى مع نفسك اكتر وان شاء الله امورك في العمل شايفها هتكون على ما يرام وفي بداية حلوة في بداية جديدة في شغلك زي ما قلت كأنك هتلاقي شغل جديد او هتدخل مصروع جديد مع حد او في الشغل اللي انت فيه هتشوف اتجاه جديد يعني حتى لو انت في الشغل اللي انت فيه يعني هتصعد لاتجاه جديد في الشغل ده شايفك متحمس قوي وامورك ان شاء الله بتكون في ايجابية وفتحسن كمان عندك زورلت شايفك منتصر ان شاء الله بتكمل امور كانت نقصة عندك في الشغل في عكبات ايه العكبات اللي كانت زهران لك في الديبل خلاص بتنتهي ان شاء الله في بيئة العمل هيحصل عندك توازن سواء في الشغل او في العلاكات مع الناس اللي في بيئة العمل بتاعتك وكمان في شؤونك المالية الامور هتبقى احسن وهتبدأ تدر عليك ان شاء الله من ناحية المادية كمان شايفك كأنه بعض منكم عنده صفر في مكان ماشي مسافر هتشتغل في حتة غير يعني كأنك طالع برا البلد اللي انت فيها مسافر بتاخد اتجاه جديد هتشتغل في مكان جديد الناس اللي هي بتدور على شغل انا شايفة فيه صفر ليكو يا برج اللي كوت ان شاء الله الفترة اللي جاية شايفك بتحقق اهداف بتحصل على منصب جديد او ترقية لو انت تفبئة العمل بتاعتك بتطلع او بترتفع مكانتك من مكانة لمكانة هتكون في موضع سلطة شايفة البعض كمان هيجي لهم هدايا في مكان العمل بتاعهم اه فيه صفر يا برج اللي كوت فيه صفر ان شاء الله والصفر ده هيكون فتحة خير عليك و اه هيكون فيه راحة وان شاء الله هتتوفق فيه باذن الله اه شايفة كانت الامور وقفة وكانت سلبية بالنسبة للصفر شايفة شايفة الامور خلاص هتتعدل كمان الناس اللي هم اه فيه شغلهم من مكان لمكان شايفة عندهم ان شاء الله استقرار وراحة باذن الله في بيئة الشغل بتاعهم اه الماديات ان شاء الله شايفة برضو امورك المادية اه هتتحسن وهتبدأ الامور في انفراجة احسن من اه الوقت اللي في الفترة اللي فاتت كانت امورك المادية مش مظبوطة وكان عندك اه نقص في الفلوس بس ان شاء الله الامور هتتزبط الناس اللي عندهم مشاكل في الشغل وكتشايف عندهم تفاوض في حد هيحاول يتفاوض معاكو وصلوا لمنطقة وسط والامور اه هتكون اه للاحتن ان شاء الله حد هيقعد معاك هتفاوض معاك هيحللك اي مشكلة اه انت بتمر بيها طيب اه كده المال واتكلمنا على اه العمل نتكلم عن الصحة اه انا شايف بورج اللي كوس اه صحيا ان شاء الله يعني اه جسديا الامور اه حلوة ومش هيكون فيها مشاكل اه الفترة دي ولكن اه يعني جسديا حل بس نفسيا شايفك اه كأنه نفسيتك تعبينها شوية متعصب مضغوط بسبب الظروف البسيطة اللي انت هتمر بيها اه في شغلك اه ولكن اه الامور هتمر يعني ان شاء الله بسلام شايف البعض من اه موليد بورج الكوس اه بيعمل رياضة بيهتم اه بنفسه هتجري هتلعب حاجة شايفك يعني بتهتم بجزء رياضي الفترة الجاية وحتحاول تهتم بسحتك ودي حاجة كويسة بس حاول ان انت تخف ضغط عن نفسك شوية وما تحاول تخلي كل حاجة على اعصابك لان ده هيخلي نفسيتك تعبينة واحنا مش عايزين نوصل لكده هتبقى في ضغوط ولكن ان شاء الله الامور هتهدى شايفك بتهتم بجزء رياضي الفترة اللي جاية حاول تهدي اعصابك علشان التعب النفسي بيأثر على الصحة حاول ان تهدي نفسك وتهدي اعصابك طيب خلينا بقى ندخل على الجانب العطفي ونتكلم عن العطف شايفك قلبك مكسور يا برج القوس قلبك مكسور والامور العطفية عندك مش على ما يرام في عندك حيرة في عندك تعب في عندك زعل بسبب شريك ماقدرش وجودك في حياته شايف عندك تعب نفسي بسبب الموضوع ده الشخص ده قال لك كلام جارح ولكن ان شاء الله انت منتصر عليه خلينا اقول لك ابراج الشريك اللي ظهرة برج الجاذي والقوس والميزان والدالو والحمل والطور والعقرب والأسد دي الأبراج اللي ممكن الشريك يكون منها بوركن فورس دي الأبراج اللي ظهرة قدامي شايف خطوبة زواج يعني ان شاء الله هتقابل حد هيعرف امتك يا برج الكوس وهيكون عود ليك ان شاء الله للناس اللي عذاب مش مرتبطين فيه شخص بديد داخل حياتكم ان شاء الله بالنسبة للمتزوجين فده ما ينعش انه فيه برضو شوية مشاكل بين بينك وبين شريكك والمشاكل دي عايز اقول لكم يعني مش نبع كده وخلاص مش جاية بالصفة المشاكل دي علشان انا شايف هنا المتدبل فيه حاجة فيه طاقة سلبية مأثرة على علاقة المتزوجين بأزواجهم كأن فيه حد حاطتكم في دماغه يعني مش هين عليه يسيبكم مرتاحين فكل شوية انت والشريكك مشاكل على ادفه الامور وعلى ادفه الاسباب يعني الدنيا بتقوم حريقة وبيحصر كلام جارح منك ومن الشخص اللي انت مرتبط بي فنحاول ان احنا نعمل التحصنات بتاعتنا وانساء الله الامور تكون على ما يرام طيب الناس اللي منفصلين انا شايفة الانفصال حصل بسبب انه الشريك في حياته حد تاني في طرف ثالث في حياته وده عمل لك انت يعني كأنه الشريك قال لك كلام جارح وده اثر على نفسيتك يا برج القوس وخلى نفسيتك تعبت واخدت بعضك ومشيت في طريقك وكملت وثبت الشريك ده ودي احسن حاجة انت عملتها لانه الشخص ده انت اكتشفت انه في حياته طرف كارت وعلى فكرة مش في حياته حد واحد بس ده في حياته اكتر من حد للأسف الشديد يعني فانت اكتشفت ده ومشيت وفي نفس مش قادرين ننكرها لانها موجودة بس الشريك اصلا يعني نفسه من جوا في حد في حياته يعني ما بيعودش فاضي يعني لو مش بيكلمك هتلاقيه بيكلم في حد تاني فالظاهر ان ده طابعي فيه الشخص ده مدي قوي يا برج القوس الشخص اللي انت سبته ده مدي قوي عايز فلوس يعني لو انت غني ومعاك فلوس حلو قوي يبقى معاك او لو انت ماسك منصب حلو في حاجة معينة هتلاقيه معاك غير كده هتلاقيه بيفكر في مدي جدا يعني عنده حتة المادة دي غلب عليه كمان الشخص ده بيتارن بينك وبين حد تاني يعني الورق اكتر من مرة يقول لي انه في حد تاني في حاجة هو لو بيحبك بجد ما كانتش يعني اتصرف معاك كده او ما كانتش قالك الكلام الجرح اللي خلاك تبد عنه ولكن انا شايف ليك ان شاء الله عوض من عند ربنا انه فيه برضو حد جديد هيدخل حياتك اهو the world وهتحس معاك بالسعادة والفرح وهتحس ان العلاقة دي مردية جدا جدا ليك ان شاء الله امورك باذن الله هتتحسن وهتتعدل وهيكون فيه عوض من عند ربنا والشخص ده هيندم هيجي عليه يوم من الايام وحتشوف انه هيندم عليك وحيندم علي انه خرجك من حياته بالطريقة دي لانه هو اصلا شخص ما يستهلكش شخص ما يستهلكش عايز تجوص وبس اه شايف برضو عند البعض عند البعض الشخص ده هيندم وهيرجع عشان يتفاوض معي وعلشان اه انو تلك كم يكون برج الجد وعلشان يحاول اه يعني يرجع المياه المجاريها تاني هيحاول انه هو يعمل كده بس انت وقتها هتكون الدنيا قفلت معك من ناحية ده والامر وقتها يرجع لك كمان فيه اخبار هتجي لك عن الشخص ده كأن يعني اخبار مكتوبة بمعنى يعني كأنك هتقرى حاجة عنه كأنه بينزل حالة مثلا على الوات على الفيس في حاجة انت يعني هتعرفها عن الشخص ده ان شاء الله في حاجة هتكتشفها عنه او هتعرفها عنه الشخص ده كمان يا برج القوس كأنه بيحب يصرف يعني كأنه بيحب كده من العلامات الالفين بيحب يصرف على على نفسه على شكله على الهدايا هو حد مادي بيحب الهدايا بيحب الفلوس كده يعني هو عايز حد يكون معي فلوس اوكي فدي نقطة من النقطة اللي خلته يسيبك لو انت ما كنتش ميسر ماديا كمان البعض من موليد برج الكوس ان شاء الله عندهم يعني لو منتظرين طفل فان شاء الله يعني خير باذن الله كمان المتزوجين ان شاء الله شايفة جايلكم فلوس باذن الله في فلوس هتدخل عندكم الفترة اللي جاية ان شاء الله كمان نرجع بقى للشخص اللي انتو ستو ومشيتو انتو ان شاء الله جايلكم صفر والشخص ده يعني حيندم بس بعد الفواتل القواني يعني حيندم عليك ليه لانه بيجري على الحاجة اللي فيها فلوس فوقت ما يعرف ان انت الامور تتصارت معين حيندم يعني ده البعض البعض أكلة فليلة منكم يا برج القوس بعض القليل منكم يعني طيب كمان الشخص ده خانك وانت عرفت يعني انت لما عرفت الموضوع الخيانة ده او الطرف التالت كأنك اتصدمت او انت ما كنتش متوقع ده منه بس ان شاء الله انت يعني شايف البعض منك ودخل في عملية شفاء وبدأ ينسى ويترك الشخص ده وبدأ يدحل في حياته ناس جديدة وذي حاجة كويسة اوي في حاجة كمان انا يعني عايزة اقولها لكم بالنسبة للصحة في ناس كانت عندها شوية مشاكل في قلبها او ضغط الدم عالي او يعني مشاكل في الدورة الدموية البعض منكم كان محتاج لجراحة او محتاج لجراحة فالمهم يعني اخذوا بالكم من صحة القلب عندكم يا برج اللقوف اخذوا بالكم من صحة القلب ما تخليوش حاجة تزعلكم او تضغط عليكم او تخلي ضغطكم يرتفع بس شايفكم ان شاء الله الفترة الجاية حلوين وما فيش اي مشاكل بس يعني ده تنويه صغير ان احنا ناخد بالنا من صحاتنا و لاني طبعا الصحة ما بتتعوضش كل حاجة تتعوض وتيجي الحب يروح وييجي لكن الصحة لو راحت لقدر الله فمش بترجع يعني فنفض بالنا من صحاتنا طيب انا شايفة كده ان شاء الله العزاب جايرهم حد جديد المنفصلين برضو جايرهم حد جديد وحتبدأوا تدخلوا في مرحلة شفاء وتطلعوا من المشاكل اللي منتوا فيها والمتزوجين ان شاء الله يعني انا شايف انه جايركم فلوسه في استكرار طب خلينا ناخد كام كارت كده نشوف كروت اللوف اركل هتقول لنا ايه عن الشخص ده خلينا ناخد شوية معلومات تانية عنه شريكك او حبيبك الصماعة ده ظاهر المز قوي يعني عند البعض طبعا مش كل الناس طيب اذي كارتين واقعوا ناخد الثالث نشوف الله ايدي الثالث كمان واقعلا طيب نبدأ بقى نشوف كده بص برج الكوس شايفين الكارت الحلو ده ده شفاء القلب زي ما قلتلكم شايفة فيه كتير منكو عندهم يعني تحرر وعندهم شفاء من الحبيب اللي كان وحش ده شفاء في العاطفة هنا كيقل ربنا سبحانه وتعالى يشفيك من حسرة قلب كانت على الشخص ده هتتحرر من العلاقة السامة دي اهو خلاص شايفين واحد يقعد بيخيص قلبه خلاص بتدويج روحك عندك شفاء من العلاقة السامة دي وخروج منها ان شاء الله وحترجع نفسيتك حتى تبقى احسن من الاول كمان شايفين البر كارت البر ده بيقول لك انه فيه تغير مفاجئ هيدخل حياتك ان شاء الله فيه اخبار حلوة وفيه مفاجئة حلوة من ناحية العاطفة انا اقصلكم فيه اشخاص جديدة هتدخل حيات برج القوس وحتخليك تخرج من اللي انت فيه وهتنسى معاه اي حاجة مش كويسة انت مريت بها وحتبدأ الامور في التحسن طيب الكافي كاف بقى هنا ده كمان بيقول لنا ايه بيقول لك انه فيه لكاء او فيه مقابلة فيه محادسة مع حد ان شاء الله الشخص ده ممكن يكون صديق والموضوع هيقلب حب وهترتاح مع بعض ويحصل انجزاب روحي كده من اول نظرة هتقابل الشخص ده وهترتاح معاه في الكلام وهتبدأ يعني كأنه هتبدأ تصة حب حلوة بينك وبين الشخص اللي انت هتقابله ده خليني احط التلات كروت الحلوين دول هنا كده واخد لك بقى نشوف اسئلة الملايكة حط كده اي سؤال في جميعك خلينا نشوف اجابته هتكون ايه من لا ناخد لك تلات كروت ونشوف الكروت هتقول لنا ايه نكدي اول كارت اه وقدي تين كارت وقدي تالت كارت كيف لو سألت على حاجة فإجابتها اه هتحصل بس مش دلوقت اه هتحصل بس مش دلوقت النو دي مش لأ مش هتحصل خالص لا هي هتحصل بس مش دلوقت ليه بقولك كده لانه عندك كارت الويت كارت الانتظار هتستنى شوية الامور هتنتظر فيها شوية ولكن هتتحقق هتحصل بس هي عايزة شوية صبر شوية انتظار لعل الله يحدث خيرا في الوقت ده it's up to you الامر ما تروك ليك الامر في ايه لكن انا زي ما قلتلكو هنا الناس اللي هي عندها رجعة ان شاء الله الشخص اللي يعني هيرجع ندمين الامر في ايديك انت سبحان الله وديك كارت بيأكد على كلامي وبيقول لك انه الامر هيرجع ليك انت في الشخص ده سواء انت حابب تكمل معاه او لا لان انا شايفاك هنا شايفاك رفع سفك وبدأت تعترض على المعاملة اللي الشخص ده بيعملك بيها وشايفا كمان عند البعض خلاص هي في مشاكل بتنتهي كأنه الحاجات اللي كانت بينك وبينه بتنتهي وهتحاول ان الامور ترجع تاني لمجاريها علشان اه يعني تتعادل علاقة تاني من الاول وترجع اه تزبط امورك لانه شايفا عند البعض كأنه في خطط جديدة وشراكات جديدة كأنه يعني اه الامور هترجع تاني من اول وجديد اه تتزبط في حياتك بالنسبة لموضوع العاطفة طيب الثلاث كروت دول ما شاء الله حلوين عندك شفاء عندك مقابلة انا قلتلكم وبأكدلكم ان في حد جديد ان شاء الله هيدخل حياتكم ده لو ما كانش دخل يعني ده لو ما كانش دخل حياتك فعلا الشخص ده ممكن يكون صديق تعرفت عليه بقى على سوشيال ميديا بعض منكم تعرف على الشخص ده على سوشيال ميديا عن طريق بقى يعني جروب عن طريق حاجة في حد منكم تعرف على شخص عن طريق سوشيال ميديا او هيتعرف عليه عن طريق سوشيال ميديا البعض الاخر في مناسبة اجتماعية او في بيئة الشغل بتاعك او في العمل بتاعك فان شاء الله تفاق الخير ولكن الامور عايزة شوية انتظار وشوية تأني ما تتسرعش في اختيارك يا برج الكوس المرادي علشان امورك تثبط ان شاء الله طيب برج الكوس دي كانت قريتك لشهر نوفمبر الاراية العامة انتظرو بقى ان شاء الله الاراية بتاعت النص التاني الخاصة بالعطفة النص التاني شهر نوفمبر ان شاء الله لو عجبتك الاراية لو سمحت بتنسي تضغط لايك واكتبولي في الكومنتات اين اللي بيحصل معاكم وان شاء الله الامور تعد على خير وما تنسوش تشتركوا وتفعلوا زر الجرس علشان اي فيديو جديد لنصدركوا باشعار ويرب تكون قريعة عجبتكم واشوفكوا على خير ان شاء الله اشتركوا في القناة